لن يكون هناك تواجد لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة رغم ما تبديه حكومة النظام من تعويل كبير على أستانا كبديل سياسي عن جونيف يعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا استئناف مفاوضات جونيف في السادسة عشر من الشهر الجالي ديمستورا في إعلانه أعرب عن أمله في تحقيق مخرجات اتفاق العاصمة الكزاخية بخصوص مناطق تخفيف التصايد في سوريا معتبرا أن النجاح في تطبيق الاتفاق سيعبد الطريق أمام مفاوضات سياسية مقبلة إعادة ضخ الدماء في عروق جونيف مرة أخرى لإحياء الحالة السياسية توازيه معلومات حصلت عليها أوريانت نيوز حول اجتماع ستعقده الهيئة العليا في الرياض السبت المقبل من أجل مناقشة دعوة إلى جونيف وجهها ديمستورا الهيئة العليا للمفاوضات بينما تدرس مسألة المشاركة يبدو بأنها تعي خطورة المحاولات الإيرانية والروسية ومعها محاولات النظام للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 2254 حيث حذر المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب من التخلي عن مخرجات جونيف والرضا بأستانا كحل سياسي مضيفا عبر اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن مفهوم خفض التوتر الذي تطرحه المذكرة الروسية مختلف تماما عن مفهوم المناطق الآمنة التحفظات حول اتفاق أستانا ترتكز كما يقول البعض على استبدال مفهوم وقف إطلاق النار بمفهوم تخفيف التصيد إضافة إلى الحماس غير المسبوق الذي استقبل به نظام الاتفاق والذي كان واضحا في كلمة وليد لمعلم ما يطرح تساؤلات جوهرية كيف ستتفاعل موسكو مع المساعي لجونيف؟ هل ستنجح في جعل أستانا بديلا عنه؟ خاصة وأن في بنوده اشتراطا باستدال الأسد وخروج الميليشيات الإيرانية والشيعية من سوريا أما الولايات المتحدة البعيدة عن أستانا فيبدو أنها ستضع موسكو في اختبار أخير لجديتها في حل الأزمة ويبدو أن إعلان ديمستورا مدفوعا من واشنطن التي أردته لاحقا لأستانا سابقا لزيارة لافروف